السل مينيكرافت فشغلت نوضع دولينكس وكان يعني شار بوزدهم وكانت عني ممال وطبعا ما راح انسى سلسلة سلسلة خدعة توك توك بان مينيكرافت امجهز لكم على جزء ثاني يا شباب بس الله يقلي بعد اللاق عني اللاق عني شاء راح لكم راح لك ف ليشاف صورة من الله راح راح ارجع لكم بعد ما يتحمل العالم شكلي اه او لا ما حياخد وقت اشوفوا راح شوفكم اليوم اللي صويته بهذا الشهر يعني من مهمات اللعبة ويعني ما نركز مع اللعبتين يعني نركز يعني بدولكس اسوي مهمات بالكواليس وهمين في مينكراف يعني افتح شخصيات بالكواليس انتو همين ما تعرفوها مثلا انا فتحت اليوم مثلا عني شخصية يوبل فتحتها في الكواليس وما حد منكم فالحافظ ان انا ننزل عن مينكراف خضعة تكتوك ولا تنسوا القناة الفي الوصف يا شباب عايزين وهمين اتمنى انو توصلونا لمية مشتك قبل ما تنتهي هاي السنة كانت سنة حلوة مرة اتعرفت عليكم بهاي السنة فالسنة حلوة فاتمنى انو نختمها بنوصل للمية مشتك يا ربي فعندي مفاجعتين للكم المفاجعة الاولى طبعا حذا المخزن ولسه مذا اللي لاحظ انو حطينا قلابات فرابع لك طبعا هتقولون وين الافران وين الهادا وراحا انا اقول لكم بس اصبروا مفاجأة لكم طبعا زعشتوني بسالفة انو انا يعني معدي ببيت فامانيك والله يبنيت لكم ببيت و اريدكم اتقيمون البيت و لا تنسون امن سويت بيت و سويت مزر اوتومات ردة استونية كمان احشوفكم اياها يعني مو لاداجة رحطورهم ببعدي يعني البيت ممكن احغير بي لما اتطور شوي بالنذر و هاي و شوفوا البيت يعني استخدبت المرض اللي كانت عندي متوفرة و طبعا شايفين انو شلاب نايف يب عندي كلبين انا عندي كلبين و هاي و جبت حيوانات فممكن رح احسوي مزرها بالكواليس مزر حيوانات و هاي فشوفوا البيت صحيح انو الهاي ما ضابطة على الديكور بس بعدين اضبطها فاضا حصان و ما حطيت لها اسم عندي نمتاق بس من فكر بلا اسم فاللي حب يقوللن على اسم الحصان اى اقللكم خلوا اسم علي خلوا اسم عليها طبعاً جبت لي أبو صابر طبعاً كاتب اللي يعرف هذي كتبه بالعربي قول لنا طبعاً الكلب ما سميته لأسف والله هذا البيت يعني هذا الطبق الأولاني حطتها الجمجم وما أدل لي سرير عادي ماكوشي هنا بس ممكن احسوي خزانة مالنهاي بس أقول لكم مافي خزانة أقول لأنه سوائنا هنا وكان لدروح يعني هنا نحط الدروح اللي نسوي دروح جلد منوعة دروح مطورة يعني كل نوع دروح هاي خوضة قولد لقعتها في الكواليس وانتو اتباهتوا يعني من أول حلقة كان عندي جزمة قولد بعدين أورت على كان أكو بواب مكسر اللي لاحظتوا ولقيت الخوضة بيها وهاي دروح جلد أنا سويتها بعد ما جمعتها فالبيت اعتذر يعني انو تشميع بيت شبير بس خسمة نهنائها وحوش وكريبرات واضطرت يعني هادل على البيت أكثر من مرة فراح ادل عليه بعدين واضيف له شغلات هاي و لا تنسون قناة في الوصف و لا تنسون طبعا الجزء الثاني من خدعة توك توك رح ينزل بعد يومين يعني فأتمنى يعني انكم تساعدون طبعا تساعدونا نوصل ميت مشنك ما عندي هرجى شكل اليوم فهاي المزغعة الريدستونية ممكن اعلمكم يعني بخدعة توك توك كيف تساوونها هنا عدا مزغعة الجزار اه اثنين جزار وهناي عندنا مزغعة الويت و كيف ردستونية شوفوا تيجي هناي ردستون مشكلة بردستون تدوسهاي الدقمة راح يبدأ المايش فطني ليل ما يواصل هاي اخذت من عدي تجميحة موارد وهناي هميا سويت مكان للصيد اصطاد بي والله صددت كثير كتب و صدل وهذا صدل ان اصطادت و بس قوقعنا فشوفوا كتب تطويل طلعلي جزير و هاي و رحت للنذر و جمعت جولد و هالأمور و سويت انواع ان شاء الله فوالله ما عندي هرجى في هذا الفيديو بس و كلم معاكم و راح اروح للنذر عمودة هذة بس اتكد اندي بو كجولة غريبا وهي جمعتها شوية طرامبل وطبخته وصويته قلاس طبعا البيت يعني أخذ مني عندي ساعتين فما قدرت يعني أصبر لأنه كنت مشغول بس بلاي وهذا الحصان مماري ما لأخوي وأخوي طبعا إذا حابين نرجع نطلع حمودي معنا بالقناة راح أطلعه بس قول هين ما وجود بالبيت ما لقات به طبعا القرويين لقيت أنه أكو قروي ثاني هم من عاصي راح حاي القرويين راح أشوفوا القرويين طبعا أبو صابر تعرفتوا عليه بالحلقة السابقة يعني وأبو صابر شوفوا راح أصابي مزععات أخرى راح سويها بالقرية وهم منها المزعع ممكن نشيلها وغلي بيدالي مزعات حيوانون عدت شوية على الحفر يعني اللي سديتها بالقرية عندك كل هنهاية سديتن ولسه كحفر شوية بالقرية يسدين القرويين لو أنه عرفين مكانه اللي هو القرصنان هذا القروي سدات على مكانه عمود الزومبي والكريبر والهذا القروي الثاني هم من راح أعرفكم عليه همان شوفوا المقطع والله ما في هرجه من موضوع القروي قاتب راح أروح النظر شوية وأجمع موارد يعني المقطع والله عشان أطول المقطع شوية يعني ما ما يارج اليوم أظن هنا القروي هنا شوفوا ما أعرف مكانه يعني آه هذا هو القروي الثاني هنا القروي الثاني ممكن يعني أجمع بين القرويين وإذا أرجعهم عمودة ترجع القرية من جديد منها هذا آه ونطلق عليه آه أي عم يكتبوا لي اسم آه بالإنجليزي ونكتب لكم وهذا باسم آه ليه زي آه زي آه حال بالموضوع حال بغن الله شوفوا ليش بوابة النظر ليش ما نقلت بوابة النظر للبيت ما بد البقلان يجي على البيت شوفوا في يوكيو دون لنكس تشيك لي ما راح نسحب على يوكيو دون لنكس بس شغلة ثانية سيبت قلوا ليش ما غلحت هاي البوابة عندي أبسيديا أن أقدر أصلاحها بأسبوكانها غلط وممكن أشيلة يعني شغلتها والله المقطع بلا عارجة يعني المقطع بس يجي كلام سريع دخول سريع شوفوا العايزين يعني نحطبوا النظر شوي واشغوفكم يعني نو بالنظر ما قدرت يعني من فضل القاص والله ما ينحم نروح للجايم يا عبن فرجلكم بعد ما رجعت لكم يا شباب شوفوا هذا النظر ليش يعني المقام مزدود شوف لأنه نحنا في البوابة من الأسود تحت الأرض وعندنا كسلايم الناري اللي ما يرخم أبد والله راح أشوف إلى أقدر أطلع من تحت الأرض حفرت نفق تام وجمعت شوية ما أرد يعني من اللقات في النفق وممكن أكمل حفر أهلا يستعدينكم الشارفة شوفوا الماء في النظر ما ينفع فائل لا تقولوا يب نسينا نجيب معنا بوغ وشوفوا الموضوع مو راح نقاتل ولا ذير راح أشوفكم شوية بالنظر وارجح للعالم العادي وشكليا حليه هذا حفرته بالنظر تحذير والله ما تكثر عفرت بالنظر يعني مو مرة كثير بس يدارتي يعني اجمع شغلية موارد اه هاي اه لقيتها لقانا الطريق بس ياربي يعني انه ما يذبحوني لابة وطبعا النظر هو عبارة عن جحيم طبعا هذا البكاك بلوتنج يعني الوحدة اقدر اخذ من اه اثنين او ثلاثة شوفوا ثلاثة ما تضبط بس لكل مرة بس ما بدنا يعني نحترك فننتبه شوي والاخيرة لا كيف تحمي نفسك من القاسد اشوف يجب معاك كابلستون هذا يعني نفع ماذا انا متأكد اني حفرت نفق هناي مصمام تذكروا وين وين والله يعني شوفوا يعني صحب على عبو السلسلة مع المانيكرافف من والله خايف من المجمع شوفوا بلوكو تناظر تقدر تصنع منها يعني بلوكو معينة بس ما مرة يعني شكل حلو اها هذي انا بس نسيت انو اخوي صدي لما وقعنا مع القاسد الا عن ابو القاسد يا مهود اخر مرة تحاربنا مع القاسد اخر مرة كسر لدروع دايمود وطبعا رجعت جمعت دايمود شثير بالكواليس والله شوف تحفير شثير بس ما تقدر خايف شوف هذا من هذا بعد ما قاتلنا القاسد الا الا عن ابوه طبعا احنا مرسمين بالبويم الاسود وارتفاع منقفض فلازم ينيننا شوي نرتفع ونحضر والله طلع النبليس اقلا واللاسف انا ناسي اجيب معايا قلت أمكن Russians معهم انتبهوا من الشيطان يا إPHOP سنجعل لكم بعادةهم مصورًا تموتا محاول ايه تعال تعالت والله لا ما موتكم اوه سيف قلت هذا ما رح يذي وهذا قلت لكم الضرب عند الابل هذا ينقص بكل ساعات هذا اكثر حيواني بالنظر ما بدك تشوفه شكله يعني فيه منه بالعالم الحقيقي بس انه ما يرى اسمه انقض هذا بالنظر هذا اي لا حتى صغير بس يسبب التكثير لادروها الدعيمون اخي ناسي عجيب والله اليوم تستر معه ملكه شوفوا هم واته صغار يتدمجون ولكن يكس بي يا حبيبي يا خي كتلنا عشيرتك وما تسكت طبعا الماقمة هذا تقدر تسوي من عند هذا اللي يتركونه هذا السلايم اللي يتركونه تقدر تسوي من عنده بوشن يمنح النار تأثير عليك فأمه يعني وحوش لا تتأثر بالنار لأنهم عشيف الجحيم يعني ما يتأثرون بالنار سبحان الله انتبهوا يعني مزعطين اللي زي هذا شوفوا ان احنا بالبويم الاسود والبويم الاسود اسود بالنسبة للمعبين ماينيكراف فحفر فيها ذاك الحائط فحاقد ذاك الحائط ممكن وحفر وندخل معركة ثانية والله ما اتقل ايه تعال تعال والله لا احشركم تعال والله ناسي اجيبوا اقول لكم اجيبوا بسطنا الله تعال 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 والله لا قاتلك قاتلك انت وعش يا الله وما وراي اشي هنا قلص المقطع اه شوفوا حطوا لايك حاشا نعمل من هذا شوار ماين شوفوا والله انا لا اطيق الاسلايم حتى ما العبي لان اذكر الاسلايم بعد هذا الفيديو شوفوا انا والله راح ناقل ايه والله انا بس الحمد لله انت بس ويلا باي باي يلا خلاص حرجة ايه والله لا ارجع يا عم هاي اخدنا شوية مارد واندمش لعجعك شوفوا شوفوا المقطع والله انا معاك ان المقطع ما نظراه حرجة يعني الهرجة بيه ما فيه قبلا انا اين جيت اه هذا الكهف الي شكلت ايهت شكلت ايهت اخوان هبلا ها ما تيهت ايبليس طلع لي الابه ارجع لا هذا هذا تراه ايبليس الله معا متفجرات يقدر يلوي هو صح يعني اقدر اتصدى على عني بس نهسي البوغ بالله اه البرر قادمة يا شباب يا خيان داخت ون دي تمينة خيانة داخت والله من النذر لانه شبه بعض والله يقل على الوجه يصمم النذر اه اسمعوا يا شباب يصمم النذر اه اه اناك اه جسر اللي سويت يعني محمودي حلوم هاد جسر حاربنا هنا يا بالجسر اللي سويناه انا محمودي سويت نار وانا قلت تبليس هذا الله يا اريد اضفي واروح النار اصطخط والله الله يا هاد تبليس بايتو يا اخي اضبعد عني لا اله الا الله صدق بقال ما يريد الشيطان اجل عنده لا الله يا يا بلا فهو هو من طريقة الرجع اتذكر والله اتشوفوا اناتهت اعشوفت يا حبيبي اولا تجيب العيش والاعمل يا كامل هو ihnen Medical Monster ما هكسر هذا لانو واضح يعني ما بدي هتطفيف لا يا ناس نشوف الباب لاش لاش بغي بدي مع البليس اي مشاكل لا ما جاي بلوكات ستوعي لا اله الا الله شوفوا المقطع هاد اعتبرو حشيش انا الله والله مقطع هاد اعتبرو انا تايح ولا فاغم ولا شي لا حول ولا قوة الا بالله صدقوا والله شكلي بسحب على سل كان هربان من البليس طلع البليس تاني كان هربان من البليس يقضي عربان من البليس ابت pleasing ما الدغطين احنا هنا جاي لا تذكروا ياوه احنا يوقو كلد شوفوا لي اخدنا ضربة ثانية من ابل هذا والله لا اطلع بعد ما ما شوفوا ودي يعني لا ايه لا ايه لا قم لاحقني يمين يا صار يرقص معايا يناس لحظة إلا تشوفون هناك البيت يب هناك البيت فاني تعالي انت وانت لقصك حناء تبلع يا عمي قتلنا عشيطك ماشي ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ اقصدني ماذا ؟ ماذا ؟ هيا ؟ خبري هذا شيء صراحي شوفو هناك وقال البيت ناسي اشفت عشان ما اموت شوفو انا بدي بس اطول فيديو الاخر حبايا يا اخي هذا بلازق بحايا هذا البلايس حيا واي ناقصني ما ناقصني الا تفجرني شوفو ما ناقصني الا فجرني هذا المغسري يا خساب لي هنا لا هااااااااااااااااااااااا هي رم اني شفت البيت اه اه هنا ايا وجينا لابه واضح قفل 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 ما انا قصني ابد النويل العلمية رجعنا البقابة وشوفوا انا رايحة عشرة الحين